يرجح عدد من الكتل البرلمانية المعارضة في تونس فشل الجلسة العامة البرلمانية المزمى عقدها الخميس لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وآثرت تصريحات الرئيس قيس سعيد بمناسبة إحياء الذكرى الحادية والعشرين لوفاة الرئيس الراحل حبيب بورقيبة جدلا سياسيا لرفضه الصريحة الإنباء على القانون المعدل لإرساء المحكمة الدستورية هناك نصوص قرونية يجب أن تكون أعلى من كل الأشخاص بهذه الكلمات حسم رئيس الجمهورية بوضوح موضوع المحكمة الدستورية سعيد رافض للصيغة والسياق الذي جاءت فيها محكمة دستورية اختلفت حولها الطبقة السياسية التونسية بين مطالب بها وبين مشكك في أنها وضعت لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فقط لا غير ورفضها من قبل الرئيس يعد إعلاناً واضحاً بالدخول في مرحلة صدام عنيفة بين مؤسسات الدولة نحن جلسة غدوة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية معتها يقول غدوة ممكن أن يصير جلسة مثمرة ويقع انتخاب الأعضاء هنا رأيي العقل معتها رأى أن جلسة غدوة للأسف نقول فيها معتها هذه قراءتي مش بتثمر جلسة غدوة ومش بشي نجح في انتخاب الأعضاء المحكمة الدستورية رفض للمحكمة الدستورية يوزيه رفض للحوار الوطني هكذا قرر رئيس الجمهورية أيضاً في تصريحاته التي اختار روضة الزعيم الراحل بورقيبة لإطلاقها ما يثير واسئلة عن أفق المشهد السياسي في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل لم يبقى أمامه من خيار إلا أن يعلن عن نهاية هذه المبادرة التي أجهدها رئيس الجمهورية قبل أن تبدأ لأن رئيس الجمهورية لا يريد هذا الحوار منذ البداية ولم يريد أن يجلس مع خصومه منذ البداية وتمثل تصريحات الرئيس سعيد تطوراً في السياق السياسي التونسي ما يثير أسئلة لدى التونسيين عن مستقبل مؤسسات الدولة في ظل هذا الصراع الذي يدخل شهره الثالثة منذ أن رفض الرئيس سعيد آداء وزراء جدد للمشيشي اليمين أمامه موقف الرئيس التونسي الواضح من المحكمة الدستورية يتوقع كثيرون أن يؤدي لإجهاض جلسة انتخاب أعضاء المحكمة المقررة الخميس وسط تباين في المواقف بين من يعتبر أن سعيد يعمق الأزمة السياسية في مقابل من يرى أن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته في تأويل الدستور سيف الدين العام ريسكاي نيوز عربية تونس للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الكاتب والبحث السياسي جمال عرفاوي والناشط الحقوقي صلاح الجورشي أهلاً وسهلاً بكم أضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ صلاح موقف رئيس قيس سعيد من المحكمة الدستورية هل يصحح المصار أم يعمق الأزمة السياسية برأيك؟ يعني الحقيقة في اعتقادي أن موقف رئيس الجمهورية من جهة قد يعطل المصار ومن جهة أخرى قد يساهم في عملية تصحيح المصار ذاته بمعنى أن رئيس الجمهورية كان ينتظر منه أنه يحدد أين تكمن المخاطر وأين انزلق النواب في تحديد بعض المسائل المتعلقة بالمحكمة الدستورية وأن يقدم اقتراحات وبالتالي يرد بذلك على رأي الأغلبية البرلمانية ويعطي فرصة لإحداث التعديلات في المشروع القانون وبالتالي يكونوا مستعدا للتوقيع عليهم لكن فجأة القرار أو التوجه الذي ذهب إليه رئيس الجمهورية سيحدث انقلاب مهم وخطير في المستوى العلاقات السياسية وجعل أن الجميع يقفون أمام نقطة استفهام إذا رفض رئيس الجمهورية التوقيع على القانون أو مشروع القانون فإنه سيضع البرلمان في مأزق ولكن وراء البرلمان الطبقة السياسية والحياة السياسية ستجد نفسها معطلة أمام إمكانية أن تكون هناك محكمة محكمة تحكم بين الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية أستاذ جمال برأيك لماذا لم يقدم الرئيس كما يقول لك أستاذ صلاح يقدم اقتراحات يعطي فرصة لإحداث تغييرات على قانون المحكمة الدستورية لماذا رفضها جملة وتفصيلة وقال بأن التوقيت الزمني لم يعد صالح لذلك بالفعل في بداية دعني أعطيكم خبرا حول جلسة يوم الغد جلسة يوم الغد لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تم إلغاؤها وأجلت إلى تاريخ غير مسمى وربما قد يتم استبدالها بجلسة عامة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية لديهم مخاوف سياسية بررها بطريقة غير مباشرة لديهم مخاوف من أن تحول هذه المحكمة الدستورية بصيغتها الجديدة بعد تغيير فصول عليها إلى وثاق ربما سيزيحه من المشهد السياسي فكما تعلم أن هناك محاولات لبعاد رئيس الجمهورية عن المشهد السياسي وربما في ظل دعوات أيضا إلى إبعاده وإسقاطه بتعليات مختلفة وبتالي فإن مخاوف رئيس الجمهورية تبقى مشروعة لأن هناك من يقول أن هناك الأسماء المرشحة لهذه المحكمة الدستورية ربما قد يزيغون بأهداف هذه المحكمة ربما سيتهب الأمر إلى حد إبعاد تونس عن الدولة المدنية وفي ظل دستور في كثير من نقاط الضعف ربما يقع تفسيرها لفائدة دولة دينية وبالتالي فإن مخاوف رئيس جمهورية ومن سنده في ذلك هي مخاوف مشروعة إلى حد الآن إلى ذلك فإن رئيس جمهورية أعتقد أنه نسف نهائيا هذه المحكمة الدستورية خلال ربما السنوات القليلة القادمة لأنه قال أن الفترة المحددة بقيام هذه المحكمة الدستورية قد ول وانتهى لأن دستور 2014 حدد مدة قيام المحكمة بسنة والآن نحن مضى علينا ست سنوات ولم تقم هذه المحكمة وبالتالي أعتقد أنه لم يعد هناك بنسبة لي لم يعد هناك إمكانية والحديث عن قيام هذه المحكمة الدستورية خلال السنوات القليلة القادمة ما إذا لم تحدث أي تغييرات سياسية ربما الدخول في انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأواني كما يدعو الكثير من الزعماء السياسيين هنا في تونس سنستفيد أكثر في الحديث حول البديل لهذه المحكمة الدستورية ولكن أريد أن أسأل أستاذ صلاح هنا في هذه النقطة فيما يتعلق بأن بعض الأحزاب النافذة وعلى رأسها حركة النهضة تريد أن تكون هذه المحكمة كما يقول البعض ساحة للتوظيف السياسي بدلا أن تكون محكمة ذات مصداقية ومرجعا لكل الخلافات كيف ترد على كل هذا الكلام حينما يتخوف الرئيس قيش السعيد من أن يتم إزاحته أساسا من المشهد السياسي شوف رئيس الجمهورية في تونس ووفق الدستور التونسي ووفق التقاليد التي بدأت الطبقة السياسية تضعها لا يحق له أصلا أن يعترض على وجود المحكمة الدستورية وأن يرفض أن تتأسس في تونس محكمة دستورية هذا قرار اتخذه المجلس الوطني التأسيسي منذ فترة ولكن تم قضية صراع حول المحكمة وحول تركيبتها صراع تجاوز بالفعل الفترة الزمنية المحددة في التوطئة لإيجاد هذه المحكمة ولكن لا يحق رئيس الجمهورية أن يقول بأن تونس يجب أن تكون أو يبقى النظام السياسي بدون محكمة دستورية لأن هذا سيكون مطعا كبير في شرعية رئيس الجمهورية نام هؤلاء كلهم طيلة 4 أو 5 سنوات ثم استفقوا الآن على محكمة دستورية وفي الأول عطلوها والآن يريدونها أليس هذا في النهاية توظيف سياسي لهذه المحكمة نعم شوف المحكمة الدستورية ستبقى خاضعة للتجاذبات السياسية في تونس وفي غير تونس ولكن المهم هو كيف نضع قيود وضوابط لكي نحد أكثر ما يمكن من عملية التوظيف السياسي ولا يكون ذلك من خلال وضع شرط بإلغاء المحكمة الدستورية أصلا لأن هذا سيدخل البلد في تجاذبات ويجعلها هذه التجاذبات وهذه الصراعات تتم وتدور في غياب حكم لأن المحكمة الدستورية هي الحكم الذي سيفصل في النزاعات بين المؤسسات بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يقول بأنه يخشى بأن تتحول هذه المحكمة إلى وسيلة لإبعاده يمكن يكون هذا واردا ولكن أيضا عليه أن يتقيد بالضوابط كما يتقيد غيره سواء رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو أي جهة أخرى تتقيد بالضوابط حتى لا تخضع إلى إمكانية سحب ثقة منه فبالتالي أنا أعتقد بأن الخطوة التي خطاها رئيس الجمهورية ولا يزال مصرر عليها ستؤدي إلى اضطرابات عديدة في الحياة السياسية وستجعله هو في الحقيقة مصدر تساؤل الرئيس باستخدام سعيد رجل قانون دستوري يحترم الدستور رجل نظيف ولذلك عليه أن يواصل عملية الانضباط بقواعد اللعبة الديمقراطية وإلا سيتهم من قبل خصومه بأنه يريد أن يجهد عملية الانتقال الديمقراطي وأن يدخل البلد في صراع المؤسسات سيد جمال لا يحق لرئيس الجمهورية إلغاء هذه المحكمة الدستورية كيف ترى أنت هذه المسألة من وجهة نظر الحقوقيين من وجهة نظر الحقوقيين رئيس الجمهورية قال أن هناك تم خرق للدستور والدستور هو أعلى سلطة في البلاد وبالتالي فإن ما يقدمه من حجج هي حجج مقبولة كان الدستور 2014 فرض وهو مكتوب ما زال مكتوب على ما أعتقد فرض على الطبق السياسي أن تأتي بمحكمة بأن تنتقب أعضاء لمحكمة دستورية في ضل سنة كاملة صحيح والآن نحن مرأ الآن ست سنوات وبالتالي فإن ما يقدمه أرقائي سعيد من حجج حجج قانونية وحجج دستورية وبالتالي لا يمكن لومه في ذلك ولكن ما البديل الآن هناك مقاوف ما البديل أستاذ جمال حينما يقول بأنه انتهى الصقف الزمني لإنشاء هذه المحكمة الدستورية ما البديل لذلك؟ تلك هي المشكلة سيد رئيس الجمهوري لم يقدم بديلا لذلك لم يعطي أي حلول أخرى وبالتالي فإننا نحن نبقى في هذا المأزق طوال أشهر أو ربما طوال سنوات حتى أن هناك من أساديت القانون الدستوري يقولون أن تونس وخاصة الأستاذ القانون الدستوري المعروف الأستاذ صادق بالعيد يقول أن تونس غير مستعدة الآن لاختيار محكمة السورية في ظل هذه الدستوري المعروف مع العلم أن الأيام القليلة القادمة أو ربما الساعات القادمة استفاجأنا بعدة تغيرات في الصحة السياسية وتحديدا في التحالفات القائمة الآن وبالتالي فإن المسألة ستبقى متحركة لا نعرف إلى أين سنتهبنا الأمر في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وبالتالي فإننا مطلوب من رئيس الجمهورية بالفعل أن يقدم البديل لكنه لحدها لم يقدم أي بديل لما يطرحه من قضايا أستاذ صلاح ما المنع أن يبقى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية هو الحامل الدستور وهو المرجع في إنهاء كل الخلافات في ظل غياب هذه المحكمة الدستورية وبالتالي الذهاب لحل إشكالات أكبر من إشكالية المحكمة الدستورية التي صبت الزيت على النار أكثر هو شوف يعني رئيس الجمهورية هو المسؤول هو رمز الدولة هو الذي يثق فيه التونسيون لاحترام الدستور وذلك عليه أن لا يخترق عملية الدستور وبالتالي يصبح شخص مضاد لإمكانية أن يقع ضبط الحياة السياسية بطريقة دستورية أنا بالنسبة للأجال فهو موضوع الحقيقة مردود مردود لماذا؟ لأن المجلس الوطني التأسيسي أسس بشياء يقوم بسياغة الدستور في فترة سنة لكن بقية ثلاث سنوات حتى يعد الدستور بالذي يمكن أن نعتبر بأن أصلاً المجلس الوطني التأسيسي ومن بثق عنهم الدستور يعني بما نتجاوز الزمن فهو يصبح ملغى يعني المجلس الأعلى للقضاء اللي هو مؤسسة مهمة تدير الشأن القضائي كان يفترض بأن تتم في فترة موجزة لكن المجلس الأعلى للقضاء تم تكوينه وانتخابه بعد أن تجاوز الأجال القانونية الانتخابات نفسها وما يحوم حولها وجود رئيس الجمهورية بمعنى أن قصة أننا نبني على الأخطاء التي وقعت في السابق هذا سيجعل الحياة السياسية والنظام السياسي في مأزق لا خروج منه إن أصر رئيس الجمهورية على موقفها لا يمكن أن يكون هو البديل للمحكمة الدستورية طالما أنه هو منتخب شرعيا أستاذ صلاح الجورجي وبالتالي نتفادى كل هذه التجاذبات السياسية حول المحكمة الدستورية لماذا لا يكون الرئيس هو الضامن لكل هذه التجاذبات السياسية وتعاد له جميع المسائل ليفصل فيها في النهاية لا يمكن أن يكون الجمهورية بديل عن المحكمة الدستورية لأنه هو طرف من الأطراف وكما أنه يحسن العمل كذلك يمكن أن يخطأ في مواقفه وفي قراءاته وفي تأويلاته وبالتالي المحكمة الدستورية هي هيكل متكون من أطراف متعددة رئيس الجمهورية له أربع أعضاء فيها المجلس البرلمان له أربعة والمجلس الأعلى القضاء له أربعة وبالتالي هي هيئة تبدو ستكون محايدة إلى حد كبير ويجب أن يخضع على الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية أما تعويض المحكمة برئيس الجمهورية فذلك اتجاه نحو الانفراد بالقرار وهذا يتناقض مع المسار الديمقراطي الذي اختارته تونس من بين ما أثير سيد جمال لها حول المحكمة الدستورية أيضا عثار نقاط أخرى الرئيس قيش السعيد فيما يتعلق بالحوار قال لا أتحاور مع اللوبيات ومع اللصوص كيف سينعكس كل ذلك على الحوار الوطني الذي دعا إليه اتحاد العام التونسي للشغل برأيك؟ لا أعتقد أن هذا الحوار سيرى النور من البداية قلت أنه تقريبا منذ انطلاق طرح هذا الحوار قلت أن الاتحاد العام التونسي للشغل يطارد خيث دخان وبالتالي فإن متى وقعته حصل قبل تقريب شهرين من الآن لا أعتقد أن رئيس قيش سعيد يريد حوار يجري حوار مع من يتفق معهم ولكن المنطق يقول أنك تجري حوار مع من تختلف معه لإيجاد حلول لكن سيد قيش سعيد وضع خطوط حمراء والاتحاد العام التونسي للشغل أعتقد أنه في وضع صعب للغاية خاصة وأن رئيس الأمير العام التونسي للشغل قال الأسبوع الماضي أن رئيس الجمهورية متمسك بالحوار لكن بعد يومين قليلين بالأمس أول أمس رئيس الجمهورية قال أنه لن يتحاور مع اللصوص دون أن يخبرنا من هم هؤلاء اللصوص أعتقد أنه اللصوص مكانهم السجن ماذا يفعلون للمشاركة في حوار ما وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يخفي علينا أسماء هؤلاء اللصوص نحن نريد أن نعرف من هؤلاء اللصوص من هم الذين يشتغلون في الغرف المظلمة لا نعرف أي شيء هو يعرف كل شيء ولكن لم يخبرنا ولم يخبر القضاء بهؤلاء وبالتالي يضع الرئيس الجمهورية يضع المحلل السياسي أو المتابع لشارك دونسي في حيرة من أمره أستاذ صلاح مرعب في هذه النقطة بالنسبة للحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل يبدو أن الرئيس يريد حوار اجتماعي وليس سياسي من أجل السكن وإصلاح المنظومة الاقتصادية وبالتالي كيف ستنعكس هذه العلاقة بين الرئيس والاتحاد الذي دعا إلى هذه المبادرة أساسا أنا الحقيقة أخشى بأن رئيس الجمهورية سيتضرر كثيرا من قصة الحوار لأنه في البداية رفض وثم بعد ذلك قبل ثم بعد ذلك أعاد الرفض ثم الآن في حالة تردد وهذا ما جعل قيادة الاتحاد عام التونسي للشغل يعني في الحقيقة في حيرة من أمرها لأنه هل سيتم الحوار بإشراء في رئيس الجمهورية أم لا ما قاله بالأمس في المنسير يعني يؤكد بأنه لا ينوي الدخول في أي عملية حوارية ويريد أن ينتقي كما قال الزميل بعض الأطراف التي يتحاور معها وتكون متفقة حوله كما اشترط شرطا غريبا جدا هو أنه لن يتحاور إلا مع من يقدمون حلولا أنا في اعتقادي ونسك اللي يعرفون بأن الحوار هو وسيلة للتوصل إلى نتائج وإلى حلول ما فموقف الرئيس مضطرب جدا وسيضعف ذلك أمره أنا في رأي رئيس الجمهورية وكأنه يدفع البلاد نحو انتخابات سابقة لأوانها سواء كانت انتخابات تشريعية أو ربما وهذا ما سيطالب به خصومه إذا كان طرح المسألة بهذه الطريقة ربما يطالبون ويدفعون في اتجاه انتخابات رئاسية سابقة لأوانها الوضع السياسي لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة لأنه في حالة من الفوضى حالة من الغموض حالة من تضارب المؤسسات ومن أصحاب القرار وذلك الآن مثلا الحكومة مثلا تفعل الآن الحكومة بدأت في محادثات مع اتحاد الصناعة والتجارة مع النقابات ودخلت في حوار مباشر مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي لأن البلاد تغرق الآن نحن في شهر أربعة ومن هنا إلى شهر خمسة ربما البلاد تجد نفسها عاجزة حتى عن دفع الأجوه إذن الوضع أصبح خطير جدا ويحتاج إلى قيادة سياسية راشدة وواعية تتخذ المواقف المطلوبة وتسعى إلى جمع الأطراف من أجل إخراج البلاد من هذه الوضعية المضطربة والكئيبة ما رأيك أستاذ جمال في هذه النقطة وبالتالي أمام أي مشهد تونس تكون عليه وبالفعل هل ستكون نحن سنكون أمام مشهد سلبي كما يتحدث عنه أستاذ صلاح أنا أهنى الزمية سلاح الجورش الذي عرف ماذا يريد رئيس الجمهورية صدقني نحن لا نعرف ماذا يريد رئيس الجمهورية بالضبط هل يريد انتخابات سابقة لأوانها ألا هل يريد إسقاط البرلمان ماذا يريد يريد حوار أم لا وبالتالي فإن الأمر صعب للغاية أعتقد أنه ما يقوله رئيس الجمهورية أعتقد أنه عبارة عن أحجيات غير مفهومة وكلها مع تقريبا عبارة عن رسائل مشفرة وبالتالي من الصعب جدا أن تفهم ماذا يريد رئيس الجمهورية شكرا جزيلا لك أستاذ جمال العرفاوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من تونس وأيضا الناشط الحقوقي صلاح الدين الجورشي